اشتركوا في القناة وطبقات عملية في حياتنا على القوة المؤثرة بسلك حامل للتيار ونصف كيف نحول الجلفانومتر الى ميتر وفولتمتر وهذا تعرضنا له بالوحدة الثالثة في هذا المقرر ومن ثم نحو المسائل متعلقة بالقوة الناتجة عن المجال المغنطيسي والمؤثرة في جسيمات مشحونة تتحرك في هذا المجال ثم نصف تصميم المحرك الكهربائي ومبدأ عمله ونطبق قاعدة اليد اليمنى في مواضع مختلفة اثناء العمل من التطبيقات العملية على القوة المؤثرة في سلك حمل تيار وهو اللي تناولناه في درسنا السابق مكبرات الصوت او الاسبيكر هذه مكبرات الصوت عزيز الطالب بتتكون من مغناطيس بالدرجة الاولى هذا المغناطيس وظيفته انتاج مجال مغناطيسي وداخل هذا المغناطيس هناك ملف نحاسي هذا الملف سيتأثر بالمجال المغناطيسي فبتعمل السماعات او الاسبيكر على انها تحول الطاقة الكهربائية الى طاقة صوتية لنسمعها عن طريق استخدام ملف من سلك رفيع مثبت فوق مخروط ورقي فوق هذه السماعات وذي الملف خاضع لمجال مغناطيسي ذكرت انه ناتج عن المغناطيسي الدائم الموجود في هذه السماعات الان المضخم اللي بيشغل السماعة ينتج تيار كهربائي هذا التيار سيمر بالملف هذا الملف اللي عندي والملف خاضع لمجال مغناطيسي سيتغير اتجاه التيار اللي معنا بين 20 الى 20 الف مرة يعني التردد ما بين 20 الى 20 الف هيرتز وذلك وفقا لحدة التردد في الصوت اللي مثل هذا التيار الملف نفسه الان اصبح يحمل تيار وخاضع لقوة تدفعه نحو الاعلى او الداخل او الخارج بسبب خضوعه للمجال المغناطيسي الناتج عن المغناطيسي الدائم وهكذا يسبب اهتزاز في الغشاء الورقي وينتج لنا موجات اصوت في سؤالنا التالي بنتكلم عن المجال المغناطيسي في السماعة اللي شرحناها مني شوي وتتكون سماعاتنا من 250 لفة يعني مولفة واحدة الان المجال المغناطيسي شدته بي 0.25 تسلا الان الملف نفسه قطرة 2.5 سنتيمتر الوحدة سنتيمتر طالب مني القوة المؤثرة في هذا الملف اذا علمت ان مقاومة الملف ثماني اوم والجهد ما بين طرفه هذه الفولت في فهمي للسؤال اول اجراء عزيزي الطالب انك تحسب التيار لاحظ انا عندي الجهد فيه 15 وعندنا المقاومة ثمانية فمن قانون اوم اي تساول في على الار ينتج لنا 1.9 امبير الان وجدنا التيار لمتابعة حساب القوة بنحتاج الطول ال الخاضع للمجال المغناطيسي طيب انا الحلقة عندي في الملف لما تشكل دائرة ومعطيني قطرها الان محيط الحلقة هو يمثل الطول طيب المحيط هو 2 باي ار بس انا ما عندي حلقة واحدة انا عندي 250 لفة فال2 باي ار هذه تضرب في ان عدد اللفات number of turns هذه عدد اللفات 250 في 2 باي ار تعطيني ان الطول الخاضع للقوة L يسوي 20 متر نطبق الان قانون القوة اللي تعلمنا ILB ساين الثيتا وبتعويض القيم اللي معانا نتابع الآي تونا حسبناها 1.9 L طول السلك حسبناه 20 بي كثافة الفيض المغناطيسي و 0.25 والزاوية 90 لانه بشك عمود و ساين التسعين بواحد بالتالي ينتج ان القوة المؤثرة 5.7 نيوتن في حالة السماعات اللي شرحنا طريقة عملها سابقا من التطبيقات العملية عزيز الطالب على القوة التي تؤثر في سلك يحمل تيار كهربائي وشرط ان يكون خاضع لمجال المغناطيسي يعني مو بس والله سلك يحمل تيار بيخضع لقوة يجب ان يخضع لمجال المغناطيسي لذلك نرى تطبيق الجولفانوميتر 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 عزيز الطالب من حيث التركيب ومن حيث الوظيفة في دراستنا نرى ان وظيفة الجولفانوميتر الكشف عن التيارات الكهربائية الصغيرة جدا وقياس هذه التيارات ويمكن التعديل عليه ونحوله الى اميتر او نحوله الى فولت ميتر من حيث مبدأ العمل عزيز الطالب تلاحظ ان هذا الجولفانوميتر من حيث التركيب مكون من ملف وهذا الملف بين قطبين مغناطيسيين هذه الاقطاب شمال وجنوب اذا تنتج مجال مغناطيسي بي هذا المجال سيؤثر على ملف الجولفانوميتر الجولفانوميتر الان بيدخل له تيار كهرباء اي وسيصبح الان سلك حامل لتيار وخاضع لمجال مغناطيسي فيتأثر جانبي الملف بقوة متعاكسة هذه القوة المتعاكسة انتبه هذه البي هذه الاي اف بالنسبة لللفة الاولى بتكون لاسفل هنا التيار بواصل الدوران فانعكس اتجاه التيار البي بهذا الاتجاه تنتج عندي اف للاعلى لاحظ قوتين متعاكستين بالاتجاه يشكل ما يعرف ب ازدواج وهذا الازدواج ينتج عزم هذا العزم سيسبب دوران الملف نفس ما ان السائق يؤثر في مقود السيارة بقوة لليمين قوة اخرى للاعلى فيدور المقود ما للسيارة هذا الدوران نتيجة الازدواج الناتج من القوتين المتعاكستين يتناسب طرديا مع قيمة التيار المار في هذا الملف هذا بشكل مختصر طريقة عمل الجيلفانوميتر في تحسس التيارات وقياسها الان اذا بنحول الجيلفانوميتر الى اميتر وهذا الموضوع ذكرناه بالوحدة الثالثة عزيز الطالب هذا الاميتر المخصص لقياس التيارات الكهربائية هو عبارة عن تعديل للجيلفانوميتر بحيث يتم توصيل مقاوم مقداره صغير جدا وبمسمى مجزئ تيار لانه يتصل على التوازي وتعلمنا سابقا التوازي يجزئ التيار لذلك سمينا هذه المقاومة مجزئ تيار فبالحاق مجزئ التيار مع الجيلفانوميتر على التوازي يصبح الان هذا الجيلفانوميتر كتركيب جديد بمسمى اميتر اذا الاميتر هو عبارة عن جيلفانوميتر يتصل على التوازي مع مقاومة صغيرة جدا وبالتالي معظم التيار الكهربائي سيمر عبر المجزئ لانه مقاومة صغيرة بينما الجيلفانوميتر سيصله تيار صغير جدا وبالتالي في هذه الحالة لن يأخذ قيمة كبيرة من التيار اللي ندور قياسه في دائرتنا الكهربائية طبعا لانهم متصلين على التوازي فان جهد الجيلفانوميتر مساوي تماما لجهد المجزئ يعني الV جيلفانوميتر يساوي الجهد V للمجزئ والV من قانون اوم عبر عن i في r فi اللي يمر بالجيلفانوميتر في مقاومة الجيلفانوميتر تساوي ال i للمجزئ اللي مر في المجزئ في ال r مالة المجزئ نتامع لان عزيز الطالب عملية تحويل الجيلفانوميتر الى Voltmeter ال Voltmeter درسناه في الوحدة الثالثة وشفنا ان هذا Voltmeter في الدوار الكهربائي يستخدم لقياس فرق الجود فعندما نوصل ملف الجلفانوميتر مع مقاوم ذو مقاومة كبيرة وعلى التوالي طريقة التوصيل فيسمى مجزع جود لأن توالي أو مضاعف هذا الجلفانوميتر إذا توصل مع مضاعف أو مقاومة كبيرة جداً على التوالي سيتحول في هذا التجميع كاملاً إلى فولتوميتر وهذا الفولتوميتر بقياس التيار المار عبر المقاوم الكبير المضاف في حالتنا يعطيني أن الجهد الكهربائي الكلي يساوي تيار الجلفانوميتر في مقاومته زائد تيار الجلفانوميتر نفسه سيمر بالمقاوم على التوالي نفس التيار خذناعم المشترك في المقاومة المقاومة الإضافية التي تمت إضافتها في تطبيقنا لهذه التعديلات على الجلفانوميتر لاحظ بهذا السؤال عزيز الطالب يقول لي سؤالي معلومة عن انحراف معشر الجلفانوميتر لأقصى تدريج إذا مر به تيار خمسين مايكرو أمبير طبعا المايكرو عشرة السالب ستة أجب عميالي أولا ما المقاومة الكلية للجلفانوميتر ليصبح أقصى تدريج عشرة فولت هذا لما بتكلم عن الفولت يعني بأنه تحول إلى فولت ميتر لما يكون انحرافه كاملا بهذا الشكل هذا التعديل اللي سوينا لإنتاج بولت ميتر يقييس فرق جود لذلك بما انه في حالة توالي سيكون لنا ان الجود الكل يساوي تيار الجلفانوميتر الآي جي في آر جي زائد آر هذا يساوي خمسين في عشرة سالب ستة لأنه مايكرو قلنا في الآر التوتل الآر التوتل هذه ستمثل المقامة الكلية لمجموعة التوالي الآن بتعويض الأرقام اللي معانا المقامة الكلية اللي بتنتج معاك وهي مطلوبة علينا بسؤالنا رح تساوي الجهد عشرة مقسوما على التيار الناتج خمسين مايكرو ويساوي اثنين في عشرة خمسة اوم طيب هذا المقامة الكلية اللي طلبها الفرع الأول في سؤال الثاني اذا كانت للجولفانوميتر مقاومة واحد كيلو اوم هذه ار حق الجولفانوميتر واج مقدار المقامة الاضافية على التوالي زي نحن ندر انه التوتل تساوي الار مالجولفانوميتر زائد الار الاضافية التوتل يبنى اثنين في عشرة خمسة الون كيلو الكيلو تعني الف فمقامة الجولفانوميتر الف زائد الار المجهولة حول الالف الصوب الثاني وغير اشاراتها ينتج لديك ان هذا المقامة الاضافية بقيمة مية وتسعة وتسعين الف اوم او بية وتسعة وتسعين كيلو اوم في نفس المجال لتحويلات الجولفانوميتر سؤالنا عن انحراب مؤشر الجولفانوميتر ومقاومته وان كيلو اوم هذا الار حق الجولفانوميتر تنحرف لأقصة تدريج اذا مر بها تيار خمسين مايكرو امبير وقلت المايكرو عشرة والسالب ستة استخدم هذا الجولفانوميتر ليصنع ميتر اقصة تدريج له عشرة ميلي امبير الميلي عشرة والسالب ثلاثة طالب بني اولا اوجد له فرق الجهد عبر الجولفانوميتر طيب هذا التعديل اللي احنا سويناه على الجولفانوميتر اضفنا ليه مجزئ تيار على التوازي فنتج لدينا اميتر الان لقياس فرق الجهد عبر الجولفانوميتر نجد ان جهد الجولفانوميتر هو تيار الجولفانوميتر في مقاومته حسب قانون اوم طيب تيار الجولفانوميتر خمسين مايكرو امبير خمسين في مقاومته ومقاومته وان كيلو يعني واحد في عشر وثلاث فيكون الجهد زيرو بون زيرو فايف فولت المطلوب الثاني ما المقاومة المكافئة للاميتر طيب الاميتر عبارة عن جولفانوميتر ومجزئ على التوازي مكافئة التوازي حسب ما شفته الان هذه الار الكلية المكافئة للاميتر الناتج معاي في المجموعة هي الار الكلية وتشكل لنا الجهد الكلي واللي حسبناه زيرو فان زيرو فايف على التيار المار وعطاني هو انه اذا تحول فولت متر يمر تيار بالماكسيمم فاليو عشرة ميلي امبير والميلي تعادل عشرة السالب ثلاث الجزء الثالث اللي طالبوا مني ما مقدار مقاومة المجزئ هذه ار المجزئ اللي عندك بحسبتنا لمقدار الار سيكون نفس الجهد لانها على التوازي مع الجلفانومتر ولكن بنقسمها على التيار المار فيها هي فقط لاحظوا التيار الكل اي اذا حذفنا منه تيار الجلفانومتر سينتبقى لدينا تيار المجزئ يعني العجرة مليا امبير نطرح منها خمسين مايكرو امبير هذه فيكون الار الناتج خمسة اوم وتلاحظ انه مقاومة صغيرة خمسة اوم ولهذا ذكرنا تكون مقاومة المجزئ صغيرة جدا من التطبيقات المتعلقة بالقوة المغناطيسية المؤثرة على سلك يحمل تيار المحركات الكهربائية او الموترز الموتر او المحرك جهاز يحول الطاقة الكهربائية الى حركة دورانية او الى طاقة ميكانيكية مبدأ عمل المحرك هو متشابه مع ما ذكرنا في مبدأ عمل الجيلفانومتر مع اختلاف بسيط لانه المحرك بحاجة استمرار الدوران الجيلفانومتر يدور لحده يوقف الى ما يعطيني قراءة بينما المحرك بحاجة استمرار الدوران فعند مرور التيار في هذا الملف لاحظ انه خاضع لمجال مغناطيسي والملف يمر به تيار وهذا التيار في هذا الاتجاه هو بالسلك المقابل اتجاه معاكس لذلك ستنتج عندي قوة في هذا الجزء الاسفل في ذاك الجزء لا اعلى قوتين متعاكستان يشكلان ازدواج يسبب تدوير الملف بس في المحرك ما نبي دور نصدر ويوقف نبي واصل ويستمر في الدوران ولذلك عند تأثر جانب أي الملف بالقوة المتعاكسة وتوليد العزم الذي يعمل على تدوير الملف في حال الجلفانوميتر ما يدور أكثر من 180 درجة في الجلفانوميتر واضح؟ بينما في حالة المحرك الآن بنحتاج استمرار الدوران ولأن القوة ستبقى للأعلى والأسفل موازية لمستوى الملف فلن تعود قادرة على إنتاج دوران إضافي عليه ولهذا يتم إضافة تعديل في تركيب هذا الجهاز وهو وضع ما يسمى عاكس التيار فبعد ما يدور الملف نصد الدورة الآن بدل ما يثبت بينعكس التيار وينتج تيار معاكس فيحافظ على اتجاه القوة المؤثرة بحيث تبقى بنفس الاتجاه ولذلك لاستمرار الملف بنفس اتجاه الدوران يجب انعكاس التيار ومتى ينعكس التيار عنده إكمال نصف دورة كل نصف دورة ينعكس اتجاه التيار وذلك عندما يصل الملف الى وضع رأسي هذا الانعكاس يكون بواسطة عاكس التيار طب ما هو عاكس التيار هذا هو الشكل اللي امامك عزيز الطالب نسميه عاكس التيار وهو نصفي حلقة نحاسية نصفي حلقة نحاسية وهي موصلة للتيار الكهربائي تتصل في اطرافها مع الفرشاتان فرشة اولى وثانية فيستمر تدفق التيار الى هذا الملف عن طريق الشرائح الفلزية اللي بنسميهم الفرشاتان وتثبتان لملامسة عاكس التيار ومن ثم توصيل التيار من المصدر الى هذا الملف اللي يدور بما يسمى المحرك ملف المحرك الكهربائي مولفة واحدة هو من عدد من اللفات بحيث اذا انتهى الدوران على اللفة الاولى يبتدي الدوران باللفة الثانية خلص بالثانية تبتدي دوران الثالثة والرابعة والعاشرة ولذلك يتكون من لفات عديدة مثبتة على محور الدوران الان القوة الكلية المؤثرة في الملف الذي يوضع بداخله قلب حديدي ليش قلب حديدي لتركيز خطوط المجال وبكون اقوى تأثير المجال المغنطيسي هذه القوة المؤثرة ستعطى بقانون الالب سين الثيتا والثيتا تسعين درجة اذا كانت يبقى لنا الالب بس ليش نضرب في الن هذا الان هي عدد اللفات اذا الملف عندي من خمسة نضرب خمسة مئة لفة نضرب في مئة ويتم التحكم في العزم المؤثر على هذا الملف وبالتالي نتحكم في سرعة دوران المحرك عن طريق التحكم بقيمة التيار اللي قاعد يمر بالمحرك وهذا ما تشوفوا عزيز الطالب في البيت لما تغير انت في مفتاح المروحة وتزيد سرعاتها وتخفض سرعاتها فانت فعليا قاعد تتحكم بقيمة المقامة المتغيرة هذه فتغير قيمة التيار وبالتالي سرعة الدوران الان اذا تناولنا القوة المؤثرة في جسيم مشحون جسيم يجب ان يحمل شحنة ومو بس يحمل شحنة يجب ان يكون متحرك داخل المجال المغناطيسي يعني لو عنده جسيم ومشحون بس ساكن لن يتأثر بأي قوة من المجال المغناطيسي فنحن اذا افترضنا الكترون مفرد شحنة هو كيو متحرك داخل سلك طوله ال وانتو درست وعرفت معنا سابقا ان حركة الالكترونات في داخل السلك تشكل التيار هذا الالكترون اذا تحرك بسرعة في لمدة زمنية سيكون حركة هذه الالكترونات مكونة لتيار هذا التيار تعودنا ناخذه بقيمة نسبة الشحن الى الزمن كيو على تي لكن سرعة الالكترون بتساوي المسافة المقطوعة في الزمن والمسافة هي طول السلك ال في تي ولهذا يمكن استبدال القانون الاي اللي قلنا عنها كيو على تي بانه هذا الاي تساوي كيو في في على ال لانه من هنا القانون تي تساوي في على ال اقسم الطرفين هنا على ال يصبح تي في على ال فال في على ال بدل تي تصبح لنا قيمة جديدة للتيار الان من علاقة حساب القوة التي يؤثر بها المجال على سلك حامل للتيار واللي صرت خبراء فيها اي ال بي ساين الثيتا اذا استبدلنا الاي بقيماتها اللي توصلنا لها الان كيو في على ال وضربنا في ال بي ساين ثيتا طبعا بتختصر ال مع ال ويتبقى لدينا ان القوة المؤثرة في هذه الشحنة تساوي كيو في بي ساين الثيتا لكيو قيمة الشحنة البي سرعاتها البي المجال المغناطيسي وثيتا هي الزاوية ما بين البي والسرعة في لانه هذا البي كمية عددية وليست متجهة اذا تحرقت شحنة كهربائية عموديا لما نقول عموديا الزاوية تسعين درجة في مجال مغناطيسي تتأثر بقوة مغناطيسية وهذه القوة يجب ان تكون عمودية على مستوى مكون من المجال والسرعة لاني ذكرت هم هذين الكميات المتجهة المجال متجه والسرعة متجهة وهذا القانون الحسابي كيو في بي ساين ثيتا شرحت لكم وذكرنا معاني كل الرموز اللي تظهر معانا في هذا القانون والوحدات الدولية المعتمدة لها الان حددنا مقدار القوة بهذا القانون لنرى تحديد اتجاه القوة المؤثرة على جسيم مشحون متحرك في مجال مغناطيسي في ذي الحالة نعيد استخدام القاعدة الثالثة في اليد اليمنى بحيث كانت الابهام يشير الى التيار طيب التيار هو نفسه واتجاه سرعة الجسيمات فالابهام سيشير الى اتجاه السرعة فيه الاصابع الكثيرة تشير الى اتجاه الخطوط الكثيرة خطوط المجال فلان خطوط المجال متعددة اصابعك متعددة بتكون معتجاه بيه الابهام وحيد واتجاه السرعة وحيد هذا علشان تتذكر شنون تطبق القاعدة فالإبهام وحيد مع تجاه السرعة الوحيد فالعمود الخارج من الكف سيشير لاتجاه القوة هذا ما تعلمنا في قاعدة الثالثة لليد اليمنى وأعيد لك التذكير بأن الإبهام يشير إلى اتجاه الحركة والقوة سيكون خارجا من الكف أما إذا كانت الشحنة المتحركة سالبة فبنعكس اتجاه القوة بدل ما كانت أفلي فوق إذا الشحنة سالبة تصبح القوة المؤثرة بالاتجاه المعاكس هذا من حيث فهمك لاتجاه القوة المؤثرة في الشحنة وشرط خاضع على مجال المغناطيسي ومتحركة داخل هذا المجال المغناطيسي المثال اللي أمامي عن حركة ميون وفي الفصل القادم بتدرسه الميونات والميزونات والبوزونات في الفيزي النووية الميون جسيم له شحنة تماثل تماما شحنة الإلكترون يعني سالبة هذا الميون متحرك بسرعة أعطاني السرعة فيه وعمودياً يعني زاوياتنا تسعين درجة على مجال مغناطيسي فخضع لقوة قيمتها خمسة في عشر سرعة في عشر نيوتن ما قيمة المجال المؤثر مطلوبنا الأول أن نوجد البي هذا الميون بنخضعه لقانون القوة المؤثرة على شحنة متحركة داخل المجال القوة أف معانا قيمتها شحنة الميون هي نفس شحنة الإلكترون وان بوينت سيكس في عشر سابت ساعة عشر سرعة الميون فور بوينت تو وين عشراء السبعة هذه السرعة معطينا إياها البي مجهولة وساين التسعين بواحد وهكذا من خلال التطبيق الرياضي نجد أن قيمة بي المجال المغناطيسي بوينت سابن فور تو تسلا طيب المطلوب الثاني بسؤالي ما التسارع الذي يكتسبه الجسيم هذا الميون خضع لقوة وله كتلة إذن بيكتسب تسارع حسب قانون نيوتون الثاني إذا كانت كتلته هذه الكتلة عطانا كتلة الجسيم فنطبق قانون نيوتون الثاني إنه الاف تساوي ام في اي طيب الاف تونياي بينها كي كيو في بي سان ثيتا وقيمتها محسوبة عندي لذلك إذا بنحسب الاي هذه الناتجة عندي الكتلة المعروفة والقوة هذه هي القوة معطيك يا بالسؤال جاهزة خمسة في عشر صالب اثنائش فينتج لدينا قيمة التسارع بقسمة هذا الطرف على الطرف الثاني ويكون قيمة التسارع الناتجة 2.66 10 أو 16 متر بر سكن سكوير هذه قيمة التسارع للجسيم اللي في سؤالي نتابع الآن عزيز الطالب في مسائلنا التدريبية للتطبيق للتطبيق على القوانين اللي تعلمناها في هذا السؤال عطاني معلومة عن تأثير قوة قيماتها 5.78 في عشر صالب 16 نيوتن إذن هذه القوة F تؤثر في جسيم مجهول الشحنة يعني قيمة هذه الكيو ما ندري عنها وهذا الجسيم يتحرك بسرعة 5.65 10.44 متر بر سكن إذن عطانا البي وعموديا يعني الزاوية 90 درجة على مجال قيمته 3.2 في عشر صالب 2 هذا المجال المغناطيسي لذلك نرى عزيز الطالب في توضيح فهمنا لهذا السؤال أن المطلوب شحنة الجسيم طيب شحنة الجسيم المطلوبة مني Q هي المجهولة وثانيا كم عدد الشحنات الأساسية اللي بيحملها وذكرنا الشحنة الأساسية يعني قيمة لQE كم النمبر of QE في تعاملاتنا لحساب شحنات الجسيم أولا نطبق قانون القوة المؤثرة على هذا الجسيم المشحون فنجد أن قانون القوة المؤثرة في الجسيم المشحون QVB sin θ الآن في القوة معنا تعوضها قيمة Q مجهولة تركها Q السرعة موجودة المجال المغناطيسي معنا sin التسعين بواحد فينتج لديك أن قيمة هذه الشحنة على الجسيم تسوي 3.1 في عشرة 17 كولوم أما حساب عدد الشحنات الأساسية المحملة على هذا الجسيم نطبق قانون أن الشحنة الكلية تسوي عدد الشحنات الأساسية في قيمة الشحنة الأساسية ومنها يكون لدينا قيمة حساب الآن هو قسمة 3.1 10 11 على 1.6 طبعا أقدر أكنسل 10 11 مع 10 سالب 19 كرياضيات فنقسم 3.1 على 1.6 يساوي لنا 2 إلكترون أو 2 شحنة أساسية نفس الفكرة هنا كتطبيق بتخزين المعلومات في الوسائط المتعددة أنتو كلكم تتعاملوا مع السيدي ومع الفلاش ميموري والذاكرة التي تحمل عليها الملفات كل هذه يتم تخزين البيانات في أوامر برمجيات الحاسوب رقمياً على صورة وحدات صغيرة تسمى بيتس وكل وحدة بيت هذه تحدد بقيمة صفر أو قيمة واحد وعلى فكرة البيت الواحد الوان بايت هو مكون من ثمانية بيت لذلك أنت لما بتقول الموبايل اللي عندي الذاكرة 64 ميجا بايت فالبيت يعني ثمانية بيت والبيت يكون سطح قرص التخزين في هذا الحاسوب مغطى بجسيمات مغناطيسية تتوزع بصورة متماثلة أثناء التسجيل على القرص علشان انسيف البيانات والداتا يتم إرسال تيار إلى رأس القراءة والكتابة والذي يعتبر مغناطيس كهرباء فعلياً يولد التيار المار في هذا السلك على الرأس ما القراءة والكتابة مجالات مغناطيسية في القلب الحديدي هذا القلب الحديدي وهذا الملف اللي معانا عزيز الطالب وبالتالي عند تمرير رأس القراءة فوق هذا جسم قرص التخزين هذا الشكل اللي أمامك سيتم إعادة ترتيب المناطق المغناطيسية ويتغيير اتجاه المناطق المغناطيسية تبعاً لتغير المجال المغناطيسي المؤثر والناتج عن المغناطيسي الكهربائي اللي ذكرناه الآن لاسترجاع المعلومات يتم تحميل الحزم الممغنطة في هذا القرص لتولد تياراً في الملف عن طريق الحث الكهرومغناطيسي وهذا يحدث عندما يدور القرص وتسمع أنت إذا شغلت السيدي بأنه السيدي قاعد يدور أثناء دوران تحت رأس القراءة فرأس الكتابة يتحول إلى رأس قراءة ونصل هنا لنهاية درسنا اليوم أتمنى التوفيق والتفوق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر